اشتركوا في القناة موجود في الجدي في منزل تسعة بلع وهي منزلة للعلاج والفراق وإطلاف الأموال والحرية وحكينا أن القمر لما بيكون موجود في الجدي أن الفترة هاي كلنا منعود لطبيعتنا الجادة ومنحاول إنجاز عمل متراكم نجد أن الأمور ما بتسير معنا بسهولة وممكن يتسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض منه علينا الإجتهاد أكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد أو شراء تحفي أثرية والبدء بحمية أو شراء بوليس التأمين أما بالنسبة للزوايا الفلكية فأول زاوية فلكية هي من الزوايا البطيئة هي زاوية تسديس إيجابية بين الشمس ونبتون راح تكون الساعة 14 دقيقة مساء يعني بعد الحلقة بتعزز الخيال الخصب في المجالات الفنية والابتكار وبتزيد قوة الحدس طبعا هاي الزاوية بما أنها زاوية بطيئة الشمس ونبتون معنات وتأثيراتها سبع أيام قادمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وأورانوس راح تكون في تمام الساعة 10 أو 37 دقيقة مساء بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك الحدث اللي راح يصير اليوم طبعا هو تراجع كوكب زحل راح يتراجع كوكب زحل في الدلو حتى منتصف ليل 1-7 بلا يعود متراجع بعديها بعد 1-7 برجع لبرج الجدي ورح يظل طبعا مدة التراجع هاي حتى صباح 29-9 لا يعود بعدها للحركة الأمامية في برج الجدي يعني أنه مدة التراجع هاي قرابة الأربعة تشهر ونص في فترة تراجع كوكب زحل اللي هو المعلم الصارم منشعر بالضياع وبعدم قدرتنا على تنظيم أمورنا وبتعمل فوضى حياتنا اليومية وبيضاء لدينا الحسب المسئولية والواجب رغم التزاماتنا من المحتمل أيضا أنها تزداد مصاريفنا فبتخلل بالتالي فبتختل بالتالي ميزانيتنا ومنجد من الصعوبة السيطرة على الوضع أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين عطارد والمريخ برضو هاي تأثيرها رح يكون مدة سبع أيام تقريبا زاوية التربيع هاي رح تكون الساعة سبعة أو ثلاثة وثلاثين دقيقة صباحا بسود شعور بضيق الصدر ما بنتقبل النقد ممكن ينثور بشكل مبالغ فيه في وجهه أي واحد بحاول أنه ينتقدنا أو يعطي ملاحظة خصوصا على تصرفاتنا بتكون ردات الفعل يعني شوي ممكن تكشف عيوب وأخطاء في هاي الفترة طبعا في حدث ثاني اللي هو انتقال العطارد ولكن مش رح نحكي عنه اليوم بكرا إن شاء الله في حلقة الغد رح نحكي عنها وتأثيرها على جميع الأبراج خصوصا إنه عطارد رح ينتقل للجوزاء وأثناء وجوده بالجوزاء إيش كل الأبراج بتستفيد من تأثيراته رح نحكيها في حلقة الغد إن شاء الله وباقي الزوايا أما بالنسبة بما أنه القمر موجود في الجدي معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم 12.05 رح يكون في تمام الساعة 10.29 دقيقة قبل الظهر ورح يستمر حتى تمام الساعة 33.38 دقيقة مساء يعني برضو رح تيجي حلقة الغد وفي خلو مسار لا ينتقل بعدها القمر لبرج الدلو عمر القمر القمر إنحسار المحدب 19 يوم في تمام الساعة 10.49 دقيقة مساء بيصبح 20 يوم نسبة الإضاءة 80% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى 20.5 المزاج ممتزج القمر في الجدي حتى يوم 12.05 المزاج ممتزج عطارد في الثور حتى يوم 12.05 ما بنا نحكي 11.05 مزاجه ممتزج الزهرة في الجوزاء حتى يوم 13.05 بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه منتحس المريخ في الدلو حتى يوم 13.05 مزاجه منتحس المشتري في الجدي حتى يوم 14.05 بعدين بيبدأ عملية التراجع ومزاجه منتحس زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 1.7 لأنه خلص نعتبر أنه بدأ عملية التراجع وبما أنه بده يتراجع في الدلو في البداية فمنقول لغاية 1.7 بيظل في الدلو متراجع مزاجه منتحس أورانوس في الثور حتى يوم 15.08 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتن في الحوت حتى يوم 23.06 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس طبعا بما أنه الآن أغلب الكواكب منتحسة وممتزجة فالتأثيرات تقريبا رح تكون سلبية في معظم البيوت فعشان هيك لما ييجي واحد يسمع التوقعات يقول ليش أنت بتعطينا تشاؤمية أنا ما بيعطيك تشاؤمية بما أنه الكواكب منتحسة أنا من وين أجيب لك السعادة يعني فبحاول قدر الإمكان الزوايا الإيجابية اللي بتتشكل بين الكواكب هي اللي ممكن تعطينا التأثير السريع للإيجابيات بس الغالب هو بكون إشي صعب على الجميع بالفترة هاي وخصوصا أنه كثير من الكواكب في خلال الفترة القادمة رح تتراجع فهذا كله انتحاسي وكله سلبي وطبعا كل يوم رح نذكر الكوكب اللي بيتراجع وتأثيراته على جميع الأبراج إيش رح يكون وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بتتركز جهودكم نحو العمل والعلاقة مع المسؤولين بوسعك وإثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة ما بينفع العناد والتحدي أو ممكن أنه يصير فيه نوع من أنواع التشتت بسبب الضغوط بدك تحاول أنك تبرر عملك وإظهار مهرتك خلال الفترة هاي ممكن تكون الظروف شوي معقدة وصعبة أنت طباعك أو أفكارك مشتتة في خلال الفترة هاي فيه نوع من أنواع العصبية ممكن تتجه للغضب أو للإضطراب بالفترة هاي طبعا القمر بما أنه موجود في بيتك العاشر فهذا بسبب هاي الضغوط اللي هو هذا بيت السمعة فما بينفع أنك أنت يعني تعمل أي شيء يشوه سمعتك بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الأول فشايف أنا اليوم الأمور ضاغطة شوي عليك بتكون يعني فيه نوع من أنواع التقلب في المزاج أو الحدية في المزاج عندك يعني أو إضطراب مزاجي ممكن تعصب لأدفه الأسباب أو ممكن تحتد على أي سوء عمل بصير حواليك أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور يعني على المستوى المالي ممكن من ساعات الصباح الأمور تتحسن شوي ممكن يصير فيه نوع من أنواع الدعم على المستوى المالي أو يصير فيه هيك فرص لتحصيل المال بيجي من عمل إضافي أو بيجي نوع من أنواع الهبات أو المساعدات أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد برضو على مستوى المناقشة أو على مستوى إثبات الذات أو حتى على مستوى الامتحانات والتنقلات والاتصالات كلها بتدعمك بقوة ممكن اليوم يكون فيه نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت شوي الأمور فيها نوع من أنواع الضغط فعشان هيك منقولك ما تتوتر وما تعصب من أي تصرف بصير من البيت أو من أحد أفراد العائلة اللي ممكن تتعرض عندك البيت أو يتعرض البيت لبعض العطال أو بعض الأشياء اللي بتطلب منك الاهتمام أو تواجدك أما بالنسبة للبيت الخامس فبرضو في ضغوط على المستوى العاطفي شوي بتسبب لك ردات فعل عصبية أو توتر مع الأحبة وممكن تقلق بشاء حبيب أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور على مستوى العمل يعني بتقدر تنجز بعض الأعمال المهمة اليوم وممكن تهتم بشاء صحي أو أدوية أو بعض الأشياء اللي لها علاقة بالمراجعات الطبية أما بالنسبة للبيت السابع فبدك تدير بالك أثناء التعامل مع الشريك لأنه شوي الأمور ضاغطة فممكن يسبب لك هذا نوع من أنواع التوتر بالعلاقة ما بينك وبين الشريك بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت الثامن فالأمور على مستوى الأموال المشتركة فيها نوع من أنواع الضغط ممكن تسبب لك يعني شوية القلق في عملية الترتيب الحسابي أو الديون أو فواتير أو التزامات أو اجتهادات مالية في منك رح يكون له بعض المراجعات المالية لا بنك أو لا شركة تأمين أو لا مؤسسة حكومية أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو لاهتمام بأمور فلسفية أو دينية أو حتى بالنقاشات العامة اللي بيشتغلوا في مجال الاستراد والتصدير اليوم جيد بالنسبة لهم اللي بيعندهم أوراق قانونية برضو أو معاملات محاكم أشياء زي هيك برضو بتدعمهم بقوة واللي عندهم امتحانات جامعية برضو ممتاز جدا أما بالنسبة للبيت العاشر فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك 11 يعني شوي زي ما حكينا أنه الأمور على بيت الأصدقاء فيها نوع من أنواع الضغط فهذا بسبب لك نوع من أنواع التوتر ممكن أنك تعصب من أحد الأصدقاء أو ممكن أنه يصير شيء شوي يقلقك أو تهتم بشيء إلو علاقة بصديق أو معرفة أما بالنسبة لبيت المتاعب فمنقدر نقول أنه شيئا ما روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ورغم هيك منقول لك حاول أنك ما تجهد حالك كثير راقب غذائك راقب أدويتك وحاول أنك تأخذ قسط كافي من الراحة بما أنه اليوم هذا فيه بعض البيوت بتضغط عليك بشكل عصبي برج الثور بما أنه القمر موجود في البيت التاسع لإلكم معناته اليوم هذا يوم مميز تنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر أو معاملات أو بأشخاص خارج البلاد أو اتصال بعيد تزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ممكن تجعل يعني شيء أنه يأثر عليك فيسبب لك نوع من أنواع الإحباط فعشان ينقول لك ما تخلي شيء يحبطك يعني الفترة هاي فيها نوع من أنواع التطورات غنية بالفرص والمناسبات بتنحصر عواصف الأيام الأخيرة وبترتفع المعنويات وبيتطمئن خواطرك نسبيا فترة مناسبة لا التنقلات أو للاتصالات البعيدة أو لورشات العمل أما بالنسبة للبيت الأول فما زالت الأمور شوي تضغط على نفسيتك بشكل متقلب فممكن شوي لحظات تحس حالك محتد عصبي متوتر مبسوط يعني فيه تقلبات عندك خلال هذا اليوم على المستوى النفسي أما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد على مستوى الأمور المالية فاليوم ممكن أنك تحصل بعض الأموال اللي بتجيك من عمل إضافي أو دعم أو ممكن أنت تطالب ببعض الأموال للمساعدات ففيه أشخاص بيجوا بقولك طيب أنا يا عمي ما أنت بتحكي لي بدو يجي أموال ما فيش أموال لا جيدنا أموال ولا إشي يعني برضو أنا ما بقدر ألغي الإيجابية إذا أنت طبيعة الوضع الإجتماعي تبعك أو طالعك بمنع حصولك على أموال أنا ما إلي علاقة في هذا الموضوع أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى أمور إلها علاقة بالتنقلات والاتصالات اليوم تكثر عندك الاتصالات بشكل كبير اهتماماتك بالتنقلات برضو واضحة في منك رح يهتم بمسائل علمية أو نقاشات ممكن تسوق لسلعة معينة في منك برضو اللي عندهم امتحانات مدرسية اليوم جيد جدا وبيدعمهم بقوة أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت يعني شوي فيه نوع من أنواع الضغط فعشان هيك بدك تحاول أنك تمسك أعصابك ما تحتد وما تعصب حتى لو إنها كثرت عليك المسئوليات أو صار في خلاف على داخل البيت أو بعض الأعطال امسك أعصابك ومشي الأمور بهدوء وسلام أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي ممكن يصير عندك رغبة العاطفية الجياشة في ساعات ما بعد الظهر بالاتصال بحبيب أو الاطمئنان على حبيب أو ممكن أنه شوي يكون فيه اهتمامات عاطفية مميزة أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد على مستوى العمل تقدر تنجز بعض الأعمال المهمة خلال هذا النهار وممكن أنه شوي يصير فيه نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل في منك رح ينشغل في بعض الملفات أو الأمور الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فما زالت الأمور ضاغطة على مستوى بيت الشراكة فدير بالكل مخصوصا المتزوجين من حدية الطباع اللي ممكن تثور في لحظة أو خلاف أو سوء تفاهم ما بينك وبين الزوج أما بالنسبة لبيتك الثامن فشايف الأمور المالية المشتركة فيها نوع من أنواع الضغط فممكن اليوم معاملة إلك بنكية أو بعض المعاملات استرداد الأموال أو المطالبات المالية شوي تتعركس عليك خلال هذا النهار حاول أنك ما تعصب كثير يعني حاول أنك تكرر المحاولة مرة ثانية إن شاء الله الأمور بتمشي أما بالنسبة للبيت التاسع فكما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة للبيت العاشر يعني بيت السمعة جيد بيدعمك بقوة خلال هذا النهار الأشخاص اللي على رأس عملهم اليوم بنجزوا كثير من الأعمال المهمة وممكن يكونوا ملفتين للنظر اتجاه زملائهم أو رؤسائهم بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 يعني بيت الأصدقاء شوي يعني فيه إيجابية ممكن تهتم بصديق أو تتواصل مع صديق معين أو تحتاج لمساعدة من صديق في منصب معين وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لعزومة ممكن إفطار أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأمور تقريبا نقدر نحكي روتينية ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني على حسب طبيعة الوضع الاجتماعي تبعك بيت المتاعب بيكون شغال فعشان يكي اليوم نقول لك حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية والمهمة الوضع بساعدك وفيه منكو رح يهتم بشأن صحي أو لأحد الأحبة أو لأحد المعارف برج الجوزاء طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية والفرصة متاحة لمكسب من شراكة أو تعويض صحتكم أو صحت قريب لكم بحاجة للرعاية ما تتشبث بموقف متصلب حاول أنك تكرر أو تكون مرن في خلال الفترة هاي ابتسم حاول أنك تناقش الأمور كلها بليوني ودبلوماسية تكلم وعبر عن رأيك بجراءة وثقة وحاول أنك تكون يعني دارس وضعك بشكل جيد وحاول أنك تبدأ يومك بروح رياضية أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف أنه في بعض الضغوط على المستوى النفسي فعشانيك نفسيتك اليوم متقلبة يعني ممكن في لحظات تعصب أو يسهل استفزازك خلال هذا النهار حاول أنك ما تخلي حدا يأثر عليك تعمل بلين ودبلوماسية بتمشي الأمور معك بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثاني بفتح لك بعض الفرص المادية ممكن تحصل على بعض المكاسب من عمل إضافي أو نوع من الهدية أو هبة أو مساعدة أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا نقول لك دير بالك ما في داعي للنقاشات لأنه اليوم أنت رح تحتد وتعصب من أي نقاش ممكن أنه يمشي عكس تصوراتك أو طباعك حاول أنك تمسك أعصابك وما تندفع وما تتهور حتى في تنقلاتك يعني بدك تدير بالك أثناء القيادة في منك رح يهتم بأمور إلها علاقة بالامتحانات يعني من نحكي لهم حاولوا أنك تعتمدوا على الدراسة والاستعداد قبل ما أنك تخوضوا مجال الامتحانات خصوصا على المستوى المدرسي أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأمور تقريبا فيها نوع من أنواع الحدية على مستوى البيت ولكن مش كثير ولكن ممكن تتوتر أو تعصب من مسألة معينة أو تحتد على مسألة معينة حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية حاول تنجز الأعمال الضرورية والمهمة العائلية والمنزلية بدون حدية والعصبية أما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد على مستوى العاطفة ممكن اليوم يعمل لك نوع من أنواع التواصل مع الحبيب أو الاهتمام بحبيب أو ممكن الأجواء تكون عاطفية عندك زيادة أما بالنسبة للبيت السادس فالأمور تقريبا نقدر نحكي على المستوى العملي جيدة بتقدر تنجز بعض الأعمال المهمة وممكن أنه يتراكم عندك عمل معين أو أنت تأجله ما ترضى تهتم فيه ومنكه ممكن يهتم ببعض المسائل العلاجية أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف الأمور على مستوى بيت الشراكي جيد ممكن اليوم يصير فيه نوع من أنواع التفاهم أو التأقلم ما بينك وبين شريكك خصوصا الأزواج وممكن مصالحة معينة أما بالنسبة للبيت الثامن فكما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة للبيت التاسع شوي الأمور يعني منقدر نحكي جيدة خلال هذا النهار على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص أو مع حبايب أو ممكن الاهتمام بمسائل أشخاص خارج البلاد أو أوراق سفر أو أوراق قانونية كلها هاي بتكون عندك إيجابية حتى اللي عندهم امتحانات جامعية اليوم بكون الوضع مميز عندهم أما بالنسبة للبيت العاشر فبدك تدير بالك من بيت السمعة شوي فيه نوع من أنواع الضغط فبسبب لك نوع من أنواع التوتر حاول ما تغامر وما تخالف القوانين ما تتأخر عن عملك وما تفتح مجالات للزعل ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 يعني بيت الأصدقاء ممكن شوي يكون فيه نوع من أنواع التوتر أو العصبية مع أحد الأصدقاء أو سوء تفاهم أو يعني ممكن هيك شوي ردة فعل سلبية من تصرف أحد الأصدقاء يوترك خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو ضاغط عليك بقوة حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار حاول ما تشلبك حالك بأكثر من عمل مع بعض انجز الأعمال الضرورية فقط وحاول أنك تهتم بغذائك وبصحتك برج السرطان بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكتكم سواء في العمل أو العاطفة يوم مناسب للقيام بعمل مشترك الأجواء بتكون متوترة ركز بشكل جيد وما ترتجل الأجواء شوي فيها نوع من أنواع الضغط نسبيا والمسؤوليات بتكون كبيرة في خلال الفترة هاي بدك تهدئ من روعك ما فيه داعي للانفعال ولا للعصبية أما بالنسبة للبيت الأول بما أنه القمر موجود في البيت السابع معناته البيت الأول ضغط عليك فعشان هيك اليوم تشعر في نوع من أنواع التقلب على مستوى المزاج ما فيه هدوء عادي يعني فيه هيك شوية عصبية على حدية على توتر على مال أو روتين يعني ممل بالنسبة لإلك بدك تحاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية على أساس أن الأمور هاي ما تأثر عليك أما بالنسبة للبيت الثاني فهو بفتح فرص من ساعات الظهر لا أمور إلها علاقة للمكاسب المالية اللي بتيجي عادة من عمل إضافي أو بتيجي نوع من أنواع المساعدات أو الهبة أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والتنقلات وعلى مستوى النقاشات اليوم ممكن تقنع أي شخص بوجهة نظرك وبرضو اللي عندهم مناقشات اليوم أو مقابلات ببدعه واللي عندهم امتحانات مدرسية برضو بقدمه بشكل ممتاز أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأمور هادية يعني الوضع مضمئن فعشان هيك بتقدر تنجز بعض الأعمال المنزلية اليوم بشكل جيد وفي بعض التواصل العائلي رح يصير أو لقاء أو فرحة أو خبر معين ممكن يبسطك أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأمور جيدة على المستوى البيت الخامس يعني بيت العاطفي هذا فبيدعمك عاطفيا في ساعات الظهر والعصر وممكن يعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الحبيب أو تواصل أو تعاطف على مسألة معينة أما بالنسبة للبيت السادس فهو ضاغط عليك على مستوى العمل فعشان هيك بنقول لك حاول أنك تنجز العمال الضرورية وتهتم في صحتك خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت السابع فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثامن المستوى الأموال المشتركة شوي فيها نوع من أنواع الاضطراب عشان هيك يا مطالبات مالية يا التزامات يا أمور بشوي ممكن تحيرك خلال هذا النهار إلها علاقة في بعض الالتزامات المالية أما بالنسبة للبيت التاسع فهو ضاغط على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد رغم أنه الأجواء الروتينية يعني مش هالأجواء السلبية ولكن أنه منحاول إحنا قدر الإمكان أنه نعطيك صافي الأمور بأنه الوضع فيه نوع من أنواع الضغط يعني بدك تحتاط إذا أجاك اتصال من بره ما تعصب إذا عندك امتحان جامعي بدك تدرس وتستعد بشكل جيد وإذا عندك أي شيء له مطالبات قانونية أو راق أو معاملات ما تهملها أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى بيت العمل مع المؤسسات الكبيرة فبتقدر تنجز بعض الأعمال المهمة بمساعدة صديق أو زميل أو رئيس في العمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو ضاغط شوي على مستوى الأصدقاء والعلاقات بسبب لك نوع من أنواع التوتر أو الحدية بسبب تصرف أحد الأصدقاء اللي ممكن يعني في لحظات يستفزك موقفه أما بالنسبة لبيت المتاعب يعني الأمور جيدة فبساعدك على إنجاز الأعمال الضرورية والمهمة وممكن تهتم بصحتك أو ببعض الشؤون اللي إلها علاقة بالحماية أو الأمان أو الدفاع عن الذات برج الأسد بيبدأ العمل بالتراكم لديكم مع هيك أنتم قادرين على إنجاز قسم كبير منه ما تهملوا صحتكم هاي فترة عمل جيدة كون أكثر انضباط وتنظيم ممكن تنشغل بأمور صحية أو رياضية خلال هذا اليوم حافظ على استقرار وضعك الصحي ممكن تقلق بشأن أحد المعاونين أو أحد الأصدقاء وممكن يكون هناك عمل جديد أما بالنسبة للبيت الأول فالأمور فيها نوع من أنواع الضغط على المستوى النفسي فعشان هيك اليوم نفسيا بتكون متقلب أنت مش عارف إيش بدك بالضبط وفي نفس اللحظة الشعور داخلي يعني مش إشي معين هو اللي بسبب لك الضغط ولكن نفسيا أنت مش مرتاح أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور جمالا جيدة على المستوى المالي فهاي بتعزز بعض الأمور المالية وممكن تفتح لك بعض الأبواب اللي ممكن تحصل من خلالها بعض المكاسب المالية في منكم ممكن يحصل على مال من عمل إضافي أو هدية أو منحة أو نوع من أنواع المساعدة أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى التنقلات والاتصالات والاهتمام ببعض الأشخاص ممكن تناقش موضوع مهم خلال هذا النهار أو ممكن تكثر عندك الاتصالات والتنقلات اللي عنده امتحان مدرسي اليوم بيقدم بشكل جيد أما مستوى البيت الرابع بيت البيت فأنا شايف الأمور جيدة في نوع من أنواع التوافق ما بينك وبين أفراد العائلة يعني انسجام عالي جدا ممكن تهتم ببعض الالتزمات أو المشتريات أو الأشياء الضرورية المنزلية كالمعتاد أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف على المستوى العاطفي يعني في نوع من أنواع الحدية والعصبية عندك خلال هذا النهار هذا الإشي بوترك يعني ممكن تقلق بشاء حبيب أو صديق أو معرفة أو ممكن أن هذا الإشي يسبب لك نوع من أنواع التوتر على المستوى العاطفي أما بالنسبة للبيت السادس فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكة يعني شوية الأمور ما بنحكي روتينية بنعطيها شوية سلبية فممكن تحتد وتعصب من تصرف الشريك اليوم أو فضوله أو تدخله أو سوء فهم ممكن يحدث ما بينكو خصوصا الأزوج أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأمور تقريبا ضاغطة على مستوى الأموال المشتركة فهذا شوي بأرقك لأنه هاي مطالبات بديون أو اهتمامات بقروض أو التزامات أو خوف من المستقبل من التزامات مالية كبيرة أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض القضايا الفلسفية أو الدينية أو السياسية وفي منكو رح ينشط في أمور إلها علاقة بالاتصالات أو الامتحانات الجامعية وكلها بتكون جيدة أما بالنسبة للبيت العاشر حاول أنه اليوم ما تشوه سمعتك بأي تصرف ما تغامر ما تتأخر عن دوامك وفي نفس اللحظة ما تدخل بأي جدال مع زميل أو مع رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف الأمور ضاغطة على مستوى الأصدقاء وهذا بسبب لك نوع من أنواع التوتر أو العصبية حاول أنك تمسك حالك وما تحتد وما تعصب من تصرف الصديق أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأمور روتينية فعشان هيك اليوم تقدر تنجز بعض الأعمال المهمة أو بعض الأمور اللي ممكن أنك كنت تتفكر أنها صعبة ولكن بتلاقيها سهلة بتنجزها بسهولة وممكن تنشط في هاي الأمور وفي منكو رح يهتم ببعض المسائل الصحية أو الأمور اللي إلها علاقة بالرقابة الغذائية أو الأدوية أو أشياء من هذا القبيل برج العدراء تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم يوم مناسب لنشاط فني أو برضو الفترة هاي بتحمل أجواء سحرية أو مفاجئة أو سعيدة بمعنى آخر بتكون نظرتك للحياة متفائلة ممكن تندم على تصرف أو على تصرفاتك الأخيرة وتحاول ترتيب الأمور بشكل أفضل فترة بناءة وإيجابية وجيدة للمصالحة إن رغبت في المصالحة أما بالنسبة للبيت الأول يعني شوي برضو نفسيا شوي ممكن تكون هيك مشحون ببعض العصبية أو التوتر خلال هذا النهار ولكن تقدر تشحن حالك بطاقة إيجابية وتستفيد من هاي الأمور الإيجابية اللي بتدعمك من البيت الخامس أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى الأمور المالية ممكن اليوم يعني تفتح لك بعض الأبواب اللي يكون فيه من وراها بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي عادة وممكن تيجي عن طريق هبة أو مساعدي أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى النقاشات ولكن امسك حالك من العصبية وردات الفعل السلبية اللي ممكن تيجي في لحظات فيه ممكن يكون هاي التصرف أو هاي العصبية تيجي مع أخ أو مع جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأمور المنزلية أو العائلية ضغطة عليك بشكل سلبي فعشان هيك ممكن يصير التوتر داخل البيت أو التزامات كثيرة أو اهتمامات في مسائل إلها علاقة بالعقار أو أمور إلها علاقة بالتصليحات والترميمات والمشتريات اللي بتكون زيادة أو اهتمام بمشكلة عائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السادس هو ضغط على مستوى العمل فممكن يتراكم عندك بعض الأعمال خلال هذا النهار أو ممكن تهتم بشأن صحي أو بسبب تعب صحي لأحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فعا مستوى بيت الشراكة شايفه روتيني تماما ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا النهار فعلى حسب طبيعتكم وبتتعاملوا وممكن يصير فيه مصالحة معينة أما بالنسبة للبيت الثامن فهو ضغط عليك على مستوى الأمور اللي لها علاقة بالأمور المالية المشتركة أو ديون أو التزامات مستقبلية أو أمور بنكية أو أشياء لها علاقة بالقروض أو فقدان شيء من المقتنيات أما بالنسبة للبيت التاسع فالأمور ضغطة على مستوى الاتصالات البعيدة أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو على مستوى حتى أوراق أو معاملات قانونية اللي عندهم امتحانات جامعية بدهم يركزوا بشكل جيد ما يعتمدوا على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى العمل مع المؤسسات الكبيرة ممكن تنجز بعض الأعمال المهمة وممكن حتى أنك تحقق إنجاز اليوم على مستوى العمل ممتاز حتى لو تعاملت مع زميل أو مع رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيت 11 فأنا شايف بيت الأصدقاء جيد يعني بيدعمك شوي خلال هذا النهار فممكن يكون فيه نوع من أنواع التعاون ما بينك وبين صديق أو معرفة أو علاقات يعني تلجأ لها لأجل مسألة أو معاملة معينة أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد بيدعمك على مستوى إنجاز بعض الأعمال المهمة والضرورية وممكن اليوم يكون فيه عندك رغبة للاهتمام بصحتك أو تغذية أو أدوية أو أشياء من هذا القبيل برج الميزان بتفضلوا التركيز حول شؤونكم البيتية والعائلية بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مساكنكم بتبدوا مضطرب ومرهف الحس بعض الشيء يعني شوي ممكن تشعر بالارتباك أو تغضب بسرعة تجنب الخصام والجدال كليا من المحبت عدم إلقاء اللوم على الأحباء يعني فيه بعض الأعمال والانشغالات المنزلية واضح أما بالنسبة للبيت الأول فبما أنه القمر في البيت الرابع يعني تربيع مع بيتك فعشان هيك شوي بيعمل نوع من أنواع التقلب في المزاج أو مضغوط أو حساس زيادة عن اللزوم ممكن تتعصب أو تمل أو حتى أنك يعني تتشكون من الروتين أو الملل بالجو أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور جيدة يعني في بعضك رح يحصل بعض الأموال من عمل إضافي أو نوع من أنواع المساعدات أو الدعم خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثالث فالأمور جيدة ولكن العصبية واضحة أكثر فبلاقي في نوع من أنواع الحدية أو العصبية في المزاج أثناء النقاشات أو الحوارات وممكن برضو يكون فيه اهتمامات على مستوى الامتحانات بإحاجة للاستعداد أو الدراسة ما تعتمد فيها على الحظ أما بالنسبة للبيت الرابع فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس على مستوى العاطفة اليوم عندك ضعيف جدا فعشان يكي مشحون بعصبية أو توتر أو سوء تفاهم ممكن يخليك تحتد على الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فبتقدر تنجز بعض الأعمال المهمة خلال هذا النهار وممكن تهتم بشاء صحي أما بالنسبة للبيت السابع فهو ضاغط على مستوى بيت الشراكة بسبب لك بعض التوتر أو العصبية أو الحدية في التعامل مع الشريك وخصوصا هاي بتيجي بين الأزواج ديروا بالكوا أنكوا تكبروا المشكلة فيصير خصام طويل أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأمور جيدة يعني شوي بدك تهتم ببعض الأمور المالية أو مراجعة بنكية أو التزامات أو شيء بتعلق بأموال الغير أما بالنسبة للبيت التاسع فالأمور برضو جيدة على مستوى الاتصالات الخارجية أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل لها علاقة بالنقاشات أو طلبات العمل أو حتى اهتمام بامتحانات يعني كلها هاي الأمور إيجابية حتى أوراق قانونية بتدعمك بشكل قوي أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى بيت السمعة وبيت العمل مع المؤسسات الكبيرة فمعناته بتقدر اليوم تدافع عن سمعتك وتنجز كثير من الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك 11 يعني شوي في نوع من أنواع التوتر موجود على مستوى بيت الأصدقاء يمكن تتوتر بسبب تصرف صديق أو لأجل صديق أو بموقف أو شيء بحدث لصديق أما بالنسبة لبيت المتاعف فاليوم تقدر تنجز بعض الأعمال المهمة أو تهتم بشؤون جيدة وبتدعمك بقوة وخصوصا على مستوى العمل أو على مستوى الصحة برج العقرب طبعا بتكثر لديكم الاتصالات والتنقلات يوم مناسب لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة بتتمتع بسرعة بديها وخاطر باستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصل على فرصة جيدة مشاعرك برضو جيدة وممكن تبرر عن موقف معين بتنشط بالتنقلات أو بالاتصالات خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الأول رغم كل هاي الإيجابية اللي موجودة عندك اللي حكيناها عن البيت الثالث إلا أنه مزاجك شوي اليوم فيه نوع من أنواع السلبية يعني يا حدية يا مالل يا إما مالل من الروتين يا عليك ضغط نفسي فعشان يبدأك تشحن حالك بطاقة إيجابية وما تخلي هاي الطاقة السلبية تسيطر عليك أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور المالية فيها نوع من أنواع الضغط ممكن مشتريات أو مصاريف أو متطلبات مالية بترهقك أو بتزعجك لأنه مش الوقت المناسب أما بالنسبة للبيت الثالث فكما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الالتزامات والمسؤولية كثيرة وكبيرة فعشان هيك ممكن ترهقك أو توترك فمنقول لك حاول أنك ما تستسلم للاستفزازات إنجز الأعمال الضرورية والمهمة وحاول ما تستقبل أي شيء ممكن أنه يستفزك أو يوترك أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأمور جيدة يعني تواصلك ما بين الحبيب أو الاهتمام بشؤون الحبيب أو التناغم ما بينك وبين الحبيب جيد جدا أما بالنسبة للبيت السادس فمنقول لك أنه في ضغط عليك برضو على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة بدك تراقب صحتك بشكل جيد ما ترهق حالك كثير وحاول تنجز الأعمال الضرورية فقط بدون ما تراكم الأعمال عليك أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكي فهو جيد جدا برضو نفس الإشي يعني بيعمل نوع من أنواع التوافق أو التقابل ما بينك وبين الشريك وممكن اليوم تحلوا مسألة معينة أو يكون في تفاهم مواضح ما بينكم أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأمور برضو المالية المشتركة ضغط عليك فعشانيك بتتوتر في عملية حسابية أو برهقك التفكير في بعض الأشياء المالية اللي ممكن يعني يكون في بعضها متوتر في منكم ممكن ينشغل بمسائل لها علاقة بالدوائر الحكومية المالية أو بالبنوك أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام في بعض المسائل العلمية والنقاشية اللي عندهم أوراق قانونية برضو اليوم بتكون جيدة لإتمامها واللي عندهم امتحانات جامعية برضو ممتازة أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف أنه جيد برضو على مستوى بيت السمعة بتدعم اليوم من سمعتك أكثر وبتنجز بعض الأعمال المهمة والضرورية وممكن يصير فيه نوع من أنواع التعاون ما بينك وبين زميل في العمل أو رئيسك في العمل أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف مستوى بيت الأصدقاء في نوع من أنواع الضغط ممكن تتوتر بشأن صديق أو تنزعج لضرف معين أو سبب شيء معين حدث مع صديقي وترك أو ممكن يصير فيه خلاف أو سوء تفاهم ما بينك وبين صديق أما بالنسبة لبيت المتاعف فأنا شايف الأمور جيدة ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وممكن تهتم ببرنامج غذائي أو بأشؤون صحية برج القوس ثم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي منكم ممكن يحصل على هدية أو على جائزة ممكن تحتاج لمساعدة من جهة ما أهم شيء أنك ما تتكبر يعني ما هيك ما تسوقش فيها كثير يعني مشي الأمور الكواكب تعمل لصالحك في بعض المواطن اليوم بتسهل بعض الأمور الحياتية عندك ما تسمح لأحد بأنه يغشك كون حريص على أموالك وممتلكاتك وعزز وضعك المالي أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور شوي فيها نوع من أنواع الضغط على المستوى النفسي بأرقك أو بسبب لك بعض الضجر من بعض الأشياء أو ممكن أنت نفسيا ما تكون مرتاح خلال هذا اليوم وبغلب عليك الطابع العصبي أما بالنسبة للبيت الثاني فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثالث في النقاشات أنت عصبي جدا مزاجك حاج جدا ممكن تتقلب وتعصب أو حتى تتسرع في الحكم على بعض الأمور حاول أنك إذا كان عندك امتحان أو مقابلة تستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأمر روتيني جدا عندك يعني في ساعات المساء ممكن يصير فيه أمر أو خبر معين هيك يلطف الأجواء عندك أو يعمل تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأمور العاطفية شوي فيها نوع من أنواع الحدية أو التوتر بيغلب عليك شوي من العصبية وردات الفعل العصبية خلال هذا النهار خصوصا مع الحبيب أو ممكن سوء تفاهم أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف أنك بتقدر تنجز كثير من العمال المهمة والضرورية خلال هذا النهار وفي منك ممكن يهتم بشيء صحي أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى الشراكة فبدعم من مواقفك وممكن يعمل تقارب معين ما بينك وبين الشريك أو يعني الزوج أو شريكك بالعمل وممكن مصالحة على أمر معين أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأمور ضاغطة على المستوى الأموال المشتركة يعني ديون قروض بعض الالتزامات الخارجية أو الأموال اللي ما بتمتلكها اللي مش إلك بتكون مؤتما عليها ممكن شوي إنها تسبب لك نوع من أنواع الأرق في منك رح يهتم ببعض المسائل البنكية أو لدوائر حكومية أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد جدا على مستوى الاتصالات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق إلها علاقة بالمحاكم أو بالقضايا أو بأوراق سفر أو ممكن اهتمامات بشؤون إلها علاقة بالسفر وفي منك رح ينشط بأشياء إلها علاقة بالنقاشات الفلسفية أو الدينية أو الاهتمامات اللي من هذا النوع واللي عنده امتحان جامعي برضو بقدم بشكل جيد أما بالنسبة لبيتك العاشر فهو جيد بيت السمعة بيدعمك بشكل قوي بيعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الأشخاص اللي حواليك وفي منك ممكن يدافع عن سمعته في مسألة معينة وممكن تنجز بعض الأعمال المهمة والضرورية بالتعاون مع زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فبيت الأصدقاء شوي بشكل نوع من أنواع الحدية أو التوتر فعشان هيك ممكن تتعصب أو تحتد بسبب صديق أو ذكرى معينة أو ممكن خلاف ما بينك وبين أحد المعارف أو تهتم بظرف معين بمر في أحد الأحبة أو الأصدقاء بيقلقك شوي أما بالنسبة لبيت المتاعب فبيقول لك حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وحاول أنك تأخذ قصد كافي من الراحة ويهتم بشؤونك الصحية بشكل جيد برج الجدي طبعا اليوم بتبدأوا فترة إيجابية بتعيد عندكم النشاطكم المفقود اللي كنت فقدينه بالفترة الماضية بوسعكم السيطرة على زمام الأمور حاول أنك تجد جديد أو تبحث عن أمر مميز بتعيش فترة واعدة من الأفراح والنجاحات خلال هذا اليوم يعني تعتبر هاي الفترة من أسرع فترات الشهر بالنتائج أو التطورات حاول أنك تدخل التنوع إلى حياتك الشخصية يعني فيه نوع من أنواع الانفراج أو نوع من أنواع التسوية أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أنه الأمور المالية مازال فيها نوع من أنواع الضغط اللي بيسبب لك نوع من أنواع الإرباك ممكن تهتم في بعض المسائل المالية أو الديون أو الالتزامات أو حتى يعني أمور يعني بتأرقك ماليا بتحاول تجدلها مخرج أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى النقاشات والتواصل والاتصالات وعلى مستوى الامتحانات المدرسية أو النقاشات مثلا عندك موضوع معين أو مشروع معين بدك تناقش فيه اليوم برضو جيد وبدعمك بقوة أما بالنسبة للبيت الرابع بيت البيت يعني شايف الأمور شوي فيها نوع من أنواع الضغط أو المسئوليات الكثيرة المنزلية أو ممكن تحتد أو تعصب على أحد أفراد العائلة إذا كانت الأمور بس هي أعمال والتزامات منزلية إنجزها بدون ما تعصب بكون الأفضل إلى كل نفسيتك أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأمور على المستوى العاطفي جيدة يعني عاطفك جياشة وممكن تتواصل مع الحبيب أو يصير فيه نقطة تلاقي ما بينك وبين الحبيب اليوم أما بالنسبة للبيت السادس يعني الأمور على مستوى الأعمال ممكن تنجز بعض الأعمال المهمة أو تهتم في بعض الأمور تكون إيجابية وفي منكم ممكن ينشغل في مسألة إلها علاقة بمراجعة الطبيب أو أمور صحية أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي برضو فيه نوع من أنواع الدعم أو تقابل أو يعني ما بينك أو تلاقي ما بينك وبين الشريك وخصوصا بين الأزواج أو حل مشكلة معينة أو تفاهم ما بينك أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف فيه ضغط على مستوى البيت الثامن على مستوى الأموال المشتركة وبرضو في نفس اللحظة ممكن تقلق بشأن صحة أحد الأحبة أو أحد المقربين أما بالنسبة للبيت التاسع فبرضو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض شؤون أوراق سفر أو تواصل مع شركات تعليمية أو مؤسسات تعليمية أو ممكن حتى امتحانات جامعية كلها هاي بتكون إيجابية حتى أوراق قضائية وقانونية لصالحك أما بالنسبة للبيت العاشر برضو جيد على مستوى بيت السمعة تقدر تدافع عن سمعتك اليوم وتثبت للأشخاص أنه أنت يعني عند حسن الظن وبرضو بتقدر تنجز الأعمال الضرورية اللي بتوكل لك بالتعاون مع زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فأنا شايف الأمور جيدة يعني فيه نوع من أنواع التناغم أو ممكن تتواصل مع صديق معين اليوم أو يتوجه لك دعوة لا حفلة أو مناسبة أو لا وجبة أكل مثلا أما بالنسبة لبيت المتاعب فجيد جدا بيدعمك فعشان هيك بتقدر تنجز الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وفيه منك رح يهتم بشؤون صحية بشكل إيجابي برج الدلو طبعا القمر موجود في بيت المتاعب عشان هيك برضو بتشعروا اليوم بالتعب بنال منكم بتفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها حاولوا أنكم تخلدوا للراحة هاي فترة محبطة وفارغة تماما من كل خبر وحسم حاول إنهاء الشهر بسلام لأنه شوي الأمور بما أنه بالفترة هاي فيها نوع من أنواع الضغط فإذا اليوم توترت الأمور أو سببت مشكلة خلال هذا اليوم رح تستمر معك المشكلة حتى نهاية الشهر عشان هيك بنقول لك حاول إنك تنهي الشهر هذا بسلام ممكن تواجه ضغوط أو عراقيل أو امتحانات صعبة وممكن تخسر صفقة تجارية أو تحزن لخبر ما فيه داعي للتسرع أما بالنسبة للبيت الأول فبما إنه بيت المتاعب ضاغط معناته البيت الأول دائما بيكون فيه نوع من أنواع الضغط يعني ملل أو روتين أو مستفز أو يعني مستفز بمعنى آخر أنه أي سهل أي شخص أنه يستفزك خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني على مستوى الأمور المالية ممكن في ساعات الظهر تلوح فرصة لبعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو مردودات مالية أو أشياء العلاقة بالدعم أو الهدية أو الهبة أو المساعدة أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف على مستوى النقاشات انتحاد برضو عصبي فممكن تحتد وتعصب من أي مسألة خلال هذا النهار ممكن يعني تصير مشكلة من لا شيء حاول أنك أنت تشحن حالك بطاقة إيجابية بدون ما يعني تعمل نوع من أنواع النزاعات اللي عنده امتحان بده يركز بشكل جيد وخصوصا اللي عمتحاناتهم مستوى ابتدائي وثنوي أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف على مستوى البيت الأمور جيدة فيه نوع من أنواع التناغم ما بينك وبين أفراد العائلة أو تقارب أو ممكن أنت اليوم تنجز العمال الضرورية والمهمة وتكون أنت مرتاح أما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد على المستوى العاطفي فيه نوع من أنواع التلاقي أو التقابل ما بينك وبين الأحبة وممكن اليوم يعني تنحل مسألة بسبب أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فالأمور جيدة على مستوى العمل تقدر تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن تهتم بشاء صحي أما بالنسبة للبيت السابع فالأمور جيدة على مستوى بيت الشراكة تعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشريك يعني بين الأزواج وممكن مصالحة أو فتح موضوع قديم وحله خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايفه ضاغط على مستوى الأموال المشتركة بسبب لك نوع من أنواع الإرباك ممكن مسؤوليات زيادة أو التزامات زيادة أو ديون زيادة يعني بالفترة هاي بتأرقك أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام في مسائل قانونية أو أوراق بتتعلق بمؤسسات تعليمية أو إشيء العلاقة بالسفر كلها أمور إيجابية أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة فهو نقول لك حاول أنك ما تشوه سمعتك بأي تصرف خلال هذا النهار بيت السمعة ضاغط عليك بشكل كبير حاول تنجز الأعمال الضرورية والمهمة وما تعمل أي زعل ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء برضو في نوع من أنواع الضغط يعني بيسبب لك نوع من أنواع التوتر ممكن قلق على صديق أو ممكن خدلان من صديق إنه ما ساعدك أو ما وقف جنبك في ظل ظروف الضغط عليك بالفترة هاي أما بالنسبة لبيت المتاعب فكما ذكرنا في بداية التوقعات برج الحوت بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة بتميل للتواصل مع الآخرين وممكن تنجح في حج التأييد أو دعم لقضيتك بتتحمس للقاء الناس والتعارف ممكن الفترة هاي يكون فيه نوع من أنواع التنقلات عندك أو تنضم لجمعية أو تهتم لشؤون أحد الأقارب أو أقارب الشريك أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور تقريبا يعني جيد شيئا مع المستوى النفسي مما مشحون بطاقة إيجابية بتقدر أنت اليوم حتى أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية أكثر وأكثر حاول تنجز كثير من الأعمال المهمة خلال هذا النهار قبل ما القمر ينتقل للدلو بس ينتقل للدلو بصير بيت متاعبك فرح تأزم عليك الفترة القادمة فأستغل الأيام هاي لإنجاز الأعمال الضرورية والمهمة أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور يعني ضاغط على المستوى الأموال فعشان يكي يا مصاريف الزيادة عندك يا متطلبات مالية يا إما بتكون في خضم مشروع أو شيء معين وبيتأجل خلال الفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والمواصلات والنقاشات وحتى على مستوى التواصل مع المحيط وفيه منك بتكثر عنده الحركة اليوم كتنقلات واللي عندهم امتحانات برضو اليوم جيد لإلهم خصوصا على المستوى المدرسي بيدعمهم بقوة أما بالنسبة للبيت الرابع فتقريبا استقرت الأمور على المستوى المنزلي يعني فيه نوع من أنواع الهدوء النسبي موجود مش الكبير ولكن انه انت قادر تسيطر على الأمور بتنجز العمال الضرورية والمهمة حتى لو كانت مربكة ما بهمك يعني ولكن لا تترك الحدية انها تسيطر عليك أما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف على المستوى العاطفي في ضغط عشان هيك عاطفية متتوتر أو بتقلق بشأن الحبيب أو خلاف أو سوء تفاهم ما بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس على مستوى العمل ممكن يتراكم عندك بعض العمل أو انت تقصر في عمل معين أو تعمل لساعات إضافية أكثر من المعتاد لإنجاز بعض الأعمال وفيه منك رح يهتم بشأن صحي أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى بيت الشراكب يدعمك بقوة وممكن اليوم يصير فيه توافق ما بينك وبين الشريك أو تلاقي على نقطة معينة أو مصالحة على أمر معين أما بالنسبة للبيت الثامن فالأمور المالية المشتركة برضو ضغطة بتسبب لك نوع من أنواع التوتر أو نوع من أنواع الحدية حاول إنك ما تستسلم كثير لهذه الضغوطات يعني بس يوصل القمر لعندك بتلاقي لها حلول حاول إنك تمشي الأمور لغاية ما يوصل القمر لعندك أما بالنسبة للبيت التاسع ففيه نوع من أنواع الضغط بالاتصالات الخارجية أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن تحتد أو تعصب أو يجيك خبر من بعيد شوية يوترك أو يزعجك اللي عندهم أوراق قانونية أو أمور العلاقة بالامتحانات بدهم يدرسوا ويستعدوا بشكل جيد وأوراق قانونية بدهم يرتبوها ويجهزوها لأنه الوضع فيه نوع من أنواع الضغط أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى بيت السمعة بتدافع عن سمعتك وبتنجز كثير من الأعمال الضرورية والمهمة وخصوصا الأشخاص اللي بيشتغلوا على مستوى مؤسسات كبيرة ممكن بالتعاون مع زميل أو رئيسك بالعمل اليوم تحقق إنجاز رائع جدا أما بالنسبة لبيتك 11 فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد بيدعمك بقوة ممكن اليوم أنك تنجز كثير من الأعمال الضرورية والمهمة وفي منكو رح يهتم بشأن صحي مكملات فيتامينات أشياء من هذا القبيل هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر